طبعا موضوع الإقامة السنوية أو الإقامة المؤقتة كما يطلق عليها بيعاني منها الكثير من اللاجئين الموجودين على أرض النمسا ويمكن من خلال المناقشة النهاردة إن شاء الله نقدر نعرض للسادة المشاهدين الأسباب والنتائج والحديث طبعا هي طول الأول اللاجئ بيوصل النمسا بيقوم بتقديم أو عمل أنتراج أو ما يسمى بطلب اللجوء عايز أعرف حضرتك الأول علشان نعرف السادة المشاهدين إيه الاحتمالات أو إيه الاحتمالات المتاحة ليه إن هو أو أنواع الإقامة اللي ممكن يحصل عليها تمام أول حاجة هو ممكن يجيله رفض خالص ما ياخدش أي إقامة أو ممكن يجيله حماية سنة اللي هي الحماية المؤقتة زي ما بيطلق عليها أو يجيله اللجوء الكامل اللي هو بناء عليه بيقدر يعمل لم شمل أو لبعض الجنسيات الأخرى اللي هم مش السوريين مثلا العراقيين أو المصريين التوانسة الجزيرة وهكذا يحصل على إقامة الحماية حق البقاء اللي هي بيطلق عليها الإقامة الإنسانية لما يكون بقى له فترة طويلة بالنمسا يعني هو الإقامة المؤقتة دي بتعتبر جزء أو هي اللي بيطلق عليها الإقامة السنوية الحالة التانية اللي هي حالة لم الشمل بتكون مدة الإقامة فيها كام؟ هو لجوء هو اسمه لجوء ولكن من فترة طويلة الدولة حددته إن هو يكون مدة ثلاث سنين يعني هو بتلقه عليها لجوء الثلاث سنين لأن مدته ثلاث سنين وبيتجدد وبيتجدد